اشتركوا في القناة منهم الحاليون ومنهم السابقون وكأنه شعار قول وفعل بدأ يسلك طريق المحاسبة لاسترجاع المال العراقي المنهوب والمخبئ في الجيوب الجديد الذي تكشفه لجنة النزاهة النيابية الى ايقاف مديرين عامين وبعض الشخصيات السياسية وملفات تعمل عليها اللجنة في مجالي الكهرباء والصناعة ما يهدف الى استعادة هيبة الدولة وحقوقها هذه الحملة التي تقودها الحكومة بتوجيهات بدأ بها رئيس الوزراء في اول مشواره الحكومي مواجه بها اوراق الفساد جديد يعيد انارة بيوت العراقيين بما اكلته اياد الفساد من حصة المواطن في الكهرباء بعد ان انفجر غضبه في تشرين على وقع تيارات كهربائية متقطعة ليس هذا فحسب بل يقع قطاع الصناعة في دائرة المحاسبة اليوم بعد ان تلكأت مسيرته واجبر العراق على رضوخ الاستغلال ونفوذ من الداخل والخارج بحجة موت الصناعة ومستقبلها على هذا كله يقول لسان حال العراقيين يخرج جملة صنع في العراق من غرف المؤتمرات الى غرف الانتاج والتصنيع الى ان يصل البلد واقعا تتقلب فيه الاحوال والفصول المفحمة بالفوضى والفساد الذي انهك حق البلاد والعباد اشتركوا في القناة